السلام عليكم أعزائي المشاهدين اللهم صلى على محمد وآله محمد أعزائي المشاهدين إذا عندك تبريد السبالة يفصل الظهر أهم طرق المعالجة هي تأخذ لك سطلة مي ودورك وتغسل الرادياتور حتى لو يشتغل وإذا يطافي آمن شوية بسته لذب مي على المروحة فقط على الرادياتور فقط فقط الرادياتور ينغسل وإذا طافي أفضل يعني إذا طافي الكهرباء تستمر هذا الوقت تصعد تغسل الرادياتور ومات القطعة الحارة وخاصة أثناء الجو الحار والرياح الشرقية الرطبة المفروض هسه الراجع مالت السبلت يعني البوري العريض لازم يكون معرق إذا ما معرق معتها هذا منقص غاز لأن هسه أهم الجو رطب والمفروض الضغط عالي والمفروض يعرق الظهر إذا ما معرق الظهر البوري العريض مالت السبلت هسه معناته هذا منقص غاز 100% وإذا ما إذا ضلت الفصلة ما معناته هذا احتمال الكنديسر يكون ضعيف فيفحص الكنديسر بس هي أهم شيء والمفروض يغسل الرادياتور من القطعة الحارة وبعديا إذا بقل يفصل يبدل الكنديسر أو يفحصه عند أي واحد يفحصه وأفلح من الصلة على محمد وآل محمد أولاكم متابعة وشكرا لكم شكرا شكرا